إِنَّ الْحَمْدُ إِلَّا نَحْوَدُ وَاَسْتَعِينَ وَاَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُيَةِ وَمُفِرْسِنَا وَسَيِّئَاتِ عَمَرِنَا مَنْ يَهْدِي اللَّهِ فَلَا مَنْ ضِلَّ لَهُ وَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَدِيَ لَهُ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سليم ثم أما بعد كثير من الناس يعرف كيف يتاجر في الدنيا وكيف يحقق مكاسب في التجارة في الدنيا لأنه لا يشترط لها فقه يعني معين فهو لا يشترط يعني أن يكون المال من حلال أو أنه قد تكون عنده سلعة معيبة ويستطيع أن يروجها فأكثر الناس يستطيع أن يتاجر يعني في الدنيا ولكن قليل من الناس من يعرف كيف تكون التجارة مع الله عز وجل لأن التجارة مع الله عز وجل نوع خص من التجارات والله عزيز يقول يا أيها الذين أمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فالتجارة مع الله عز وجل نوع خص من التجارات وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سوق قام ثم من فضل ربح فيه من ربح وخسر من خسر كل الناس يغدو فبائعوا نفسه فمعتقها أو مبقع الودوها الخروج أول النهار فالدنيا سوق كبير والناس جميعا تجار ولكن منهم من يتاجر مع الله عز وجل ويعرف كيف يتاجر مع الله عز وجل فيشتري نفسه من الله ويفوز بجنة الله عز وجل ومنهم يعني من يبيع نفسه للشيطان فيعيش حياة الضنك والهم والغم في الدنيا بالإضافة إلى الشقاء الأبدي استرمدي في الأخيرة في النار والعذل قال بعض السلف رأيت العبد ملقا بين الله عز وجل وبين الشيطان فإن تولاه الله عز وجل لم يقدر عليه الشيطان وإن خذله الله عز وجل أخذه الشيطان فليس هناك طرف ثالث يساوم على نفس العبد وماله فإما أنك مع الله عز وجل تتاجر مع الله عز وجل بنفسك ومالك وأهلك وإما أنك تتاجر مع الشيطان فليس هناك طرف ثالث يساوم على نفس العبد وأماله فنقول التجارة مع الله عز وجل من نوع خاص من التجارات ما هو الفرق بين تجارات الدنيا والتجارة مع الله عز وجل تجارات الدنيا هي معاملة بين العبد الفقير الحخير الضعيف وبين الرب العظيم الجليل الذي يملك خزائن السموات والأرض فكل أحد من الناس يريد أن يبيع لك شيئا أو يشتري منك شيئا فإنما يريد أن يربح منك وأن ينتفع يعني منك نوع منفع قد تربح أنت أيضا أو قد لا تربح ولكن هو يريدك لنفسه يريد منك أن تعامله من أجل أن يربح عليك فالله عز وجل يريد منه أن نطيعه مثلا لأنه يربح ويزداد يعني شيئا من معاملتنا له في الحديث الخدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أطقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا وقلب نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم لو أن كل الخلق المؤمن والكافر والبر والفاجر كانت قلوب جميع الخلق على قلب نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم ما زاد ذلك في ملك الله عز وجل شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نخص ذلك من ملك شيئا ملكه كامل عز وجل يا عبادي أنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني فالعباد أنفسهم ينتفعون بطاعتهم والله عز وجل ينتفع من ذلك بشيء لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم الناس يذبحون وينحرون الهدي والأضاحي في الحج وفي يوم عيد الأضحى ويأكلون اللحوم ويتصدقون ويهدون والله عز وجل يطعم ولا يطعم لا يستفيد شيئا من هذه اللحوم ولا من هذه الدماء ولكن يريد مننا أن نصل إلى تقوى الله ينعز وجل ومن ينقلب على عقبيه فلي يضر الله شيئا سأل الله العافية لو إن ناس جميعا انقلبوا على عقابهم لا يضر الله عز وجل ذلك شيئا فالله عز وجل لا ينتفع بطاعة العباد ولا يتضرر بمعاصيهم فالله عز وجل يريدك لك يريد منك أن تعامله من أجل أن تربح أنت وهو غلي عنك وعن طاعتك الأمر الثاني في المعاملة مع الله عز وجل والتجارة مع الله عز وجل والفرق بينها وبين تجارات الدنيا أن تجارات الدنيا عرض المكسب والخسارة قد تربح كثيرا وقد تخسر كثيرا قد تربح قليلا أو تخسر قليلا ولكن هي أي تجارة في الدنيا عرض المكسب والخسارة ولكن هل التجارة مع الله عز وجل كذلك؟ تجارة مع الله عز وجل لا تحتمل الخسارة بأي حال من الأحوال إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة أنفقوا إما رزقناهم سرًا وعلانية يرجون تجارة لن تبور لا يمكن أن تخسر التجارة مع الله عز وجل في حديث في الأخير أن الرجل تصدق بصدقة فوقعت في يد ثانية فأصبح الناس يقولون تصدق على زانية فقال سبحان الله تصدق على زانية ثم تصدق في المرة الثانية فوقعت تصدق في يدي سارق فأظن أنه لم تقبل صدقته فقال تصدق على سارق فقال لا أتصدق أنها بصدقة فأتصدق في الليلة الثالثة فوقعت في يدي غني فقال أصبح الناس يقولون تصدق على غني فرجل حزن أنه كأنه ظن أن الصدقة لن تقبل فأتي في المنام فقيل له قد قبلت صدقتك أما الزانية فلعلها تكفى عن زناها وأما السارق فلعله يعني لا يسرق بعد ذلك ويتوب من السارقة وأما الغني فلعله يخرج زكاة مالهم فلا يمكن أن تخسر التجارة مع الله عز وجل بحال من الأحوال ما من غازية تخزوا في سبيل لا فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم في الدنيا فإن لم يصيبوا الغنيمة تم لهم أجرهم فالتجارة مع الله عز وجل في الربح دائما الفرق الثالث أن تجارات الدنيا ربح فيها محدود عشر في المية عشرين بالمية مئة بالمئة الدرهم يكسب درهما مئة بالمئة ولكن هل يمكن لدرهم في الدنيا يربح سبع مائة درهم لا يمكن في تجارات الدنيا ولكن مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل لا كمثل حبة أن بدت سبع سنة بلا في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء أي هذه المضاعفة وقيل أكثر من ذلك لمن يشاء ونك من يأخذ أجره بغير حساب لما يوفى الصبرون أجرا بغير حساب فالأرباح في تجارة مع الله عز وجل يعني بغير حساب أو عظيمة جدا بالنسبة لتجارات الدنيا الفرق الرابع بين تجارات الدنيا وتجارة مع الله أن تجارات الدنيا قد يدخل فيها الغش قد تكون عندك سلعة معيبة وتستطيع أن تروجها ولكن يعني هل يمكن أن يروج العمل المعيب على الله عز وجل أو العمل الذي ليس يعني فيه إخلاص على الله عز وجل لا يمكن لأن الله عز وجل خبير ولأنه عليم فاتفاقنا على أن التجارة مع الله عز وجل نعخص من التجارات نحتاج أن نعرف فقه هذه التجارة ففي خاطرة مقبلة نتكلم عن فقه التجارة مع الله عز وجل قلوا قبل هذا وأستغل الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبرك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام